اشتركوا في القناة يحكى أن مدينة صينية كان يسكن فيها أكثر من تسعين ألف بني آدم في هذه المدينة وفي يوم من أيام هجمت عليهم كلاب برية بعدد كبير جداً عدد هائل من الكلاب حاولوا أن يخرجوها حاولوا أن يفعلوا أي شيء ما استطاعوا لذلك سبيلاً طيب شو الحل؟ قالوا ما في غير نحن نتخلص منها بطريقة واخرى ولكن حتى يتم ذلك لابد أن يخرج أهل المدينة من هذه المدينة وبالفعل أخلوا هذه المدينة من سكانها وما بقيا في المدينة إلا الكلاب التي كانت تنبح بشدة ولكن هنا حدث المفاجأة واللي هي زلزال مدمر أباد المدينة عن بكرة أبيها وحولها إلى أثر بعد عين طيب وين كانوا سكانها؟ كانوا خرجوا منها إيش اللي طلحهم؟ الكلاب اللي كانت بتنبح واللي أهل القرية اعتبروها إيش؟ مصيبة ما بعدها مصيبة ولكن المصيبة الحقيقية لو كانوا فضلوا في القرية وحصل عليهم الزلزال كان كلهم ماتوا ولكن الله إذا أراد أمرا هيا له أسبابه في كثير من الأحيان تذهب لخطبة إمرأة لشراء سيارة لشراء بيت لعمل أمر معين فيفشل هذا الأمر أنت رتبت نفسك وهيأت حياتك ورتبت كل ظروفك على هذا الأمر في هذه الفترة أي تفاصيل أخرى ما تهمك لما يذهب منك هذا الشيء وتفقد وإيش اللي يصير؟ حزن يعتريك لأنك خلاص لا يمكن أن تعيش دون هذه الزوجة لا يمكن أن تعيش دون هذه الوظيفة وغيرها من المعطيات قس على ذلك شيل زوجة شيل وظيفة شيل شراء دار وضع مكانها الظرف اللي حصل معك شاصيا ستجد أنك فعلا أصبحت أسير هذا الحزن ولا تستطيع أن تتخيل بعد أيام تكتشف أن ما خبأه الله تبارك وتعالى لك من خير في باطن هذا الشر كان أعظم بكثير مما لو أقدمت على هذا الأمر الذي علقت قلبك به فكم من خير كان في ظاهره شرا وكم من شر خبأ في باطن الخيرات اعلم يقين أن ما ادخله الله تبارك وتعالى لك هو الخير هو الخير عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن قضية الرضا واطمئنان القلب بأن مختاره الله تبارك وتعالى لك هو الخير هو الذي يزرع في نفسك الطمأنينة إياك ثم إياك أن تأسى وأن تحزن على أمر وأن تقف طويلا للبكاعة الأطلال ولكن قل الحمد لله اللهم اقدر لي الخير وبارك لي فيه وردني به عندها ستقنع وستسعد وسترضى كتب الله لي ولكم الرضا في كل أمورنا اللهم آمين وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وحتى ألقاكم مع صفحة أخرى أقول لكم دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة